بسم الله الرحمن الرحيم يعطيكم العافية ان شاء الله اليوم رح نشرح المخاضرة الثانية من محاضرات الفارماكولوجي مخاضرة كثير مضمونة وسهلة ما رح اطول عليكم بداة بدنا نعرف الانتي ايميتكس معنى ايميسيز اللي هو فوميتنج فانتي ايميتكس اللي هي ادوية مضادة للفوميتنج الان انواع الفوميتنج بداة تنفيحنا اكيود فوميتنج اكيود فوميتنج حيث في البنية 24 سياة بعد ما مريض الكنسر يأخذ كيموثرابي بـ 24 ساعة بتصير عنده acute vomiting لكن إذا صار عنده vomiting بعد ما أخذ الدواء بعد الـ 24 ساعة يعني خلال أول يوم أو خلال أول 24 ساعة صار عنده vomiting بسميه acute الآن بعد أول يوم أو بعد الـ 24 ساعة اللي هو after first 24 hours of taking a drug بسميه delayed vomiting شوي أجا متأخر بعد اليوم الأول فيه أنه anticipatory vomiting هذا الـ anticipatory vomiting but will happen to patients before receiving his chemotherapy medication لماذا؟ بيكون بسبب يعني عادة مرضى الـ cancer بيتعرضوا إلى أكثر من cycle للكيموثرابي فبالتالي هم مجربينه قبل هي فلما مثلا يجوا بدهم يأخذوا الكيموثرابي زي بقشعر بدنهم خلينا نحكي تمام فبصير في عين الـ induction للـ vomiting تمام؟ بسبب إيش مثلا لما يشموا ريحته تمام with nausea and vomiting فأنت دائما نذكر أي شيء سببه مثلا لـ smells يعني فهمتوا علي شو الفكرة يعني أنت لسه ما خدتش اشي فعني أنت بس فكرت في الموضوع فصار عندك vomiting هذا شو بنسميه anticipatory تمام؟ طيب فبكون أنت في عندك bad experience قبل هيك ما خذ ما هذا الاشي طبعا في عندك break through شو يعني break through happens when patient took all precautions to avoid vomiting but suddenly هي والسفر from vomiting يعني إحنا جهزنا مريض كيموثرابي مريض كيموثرابي إحنا عارفين أنه رح حصير عنده vomiting فإحنا منعطيه medication قبل الكيموثرابي عشان نمنع هذا الفوميتنج فلما عطينا هاي الميديكيشن عساس أنها تمنع الفوميتنج هذا الفوميتنج أجا أجا بشكل مفاجئ مع أني أنا معطيه إيش precautions to avoid vomiting لكن صار عنده vomiting فسميه break through تمام؟ يعني زيك أنه كسر الحاجز يعني رغم أنه إحنا حطينا حاجز اللي هو عبارة عن خلنا نحكي prophylactic therapy ضد الفوميتنج وما هيكسر عنده vomiting refractory vomiting refractory بتعرفوها في أي مصطلح معناها عنيد تمام؟ يعني هذا المريض نعطيه أغلب أنواع الأدوية وما هيك ما بستجي بيظل عنده vomiting تمام؟ عادة بنستخدم combination therapy مع الناس اللي عندهم refractory vomiting تمام؟ this type is the hardest type to treat أكيد ما هو refractory صحولة لا؟ طيب دائما في الفوميتنج بروسيس لازم نتذكر three areas أولهم وهي الكيموريسبتر trigger zone وهي الكيموريسبتر trigger zone بس يعرفوا لي مكانها قد ما رح جيك سؤال وين موجودة بس يعرف أنها موجودة في the floor of the fourth ventricle تمام؟ وفي منطقة بنسميها area postremia هاي area postremia هي منطقة not covered by blood brain barrier هزا احنا بنعرف أنه البرين تابعنا كله مغطى بالblood brain barrier مع عادة أكم منطقة من ضمنهم الكيموريسبتر trigger zone والarea postremia ليش؟ لأنه لدماغ تابعنا كيف بدوا يحس أنه احنا فيه عندنا كيميكالز غير مرغوب فيها في البلد وما رح يحس فيها مدام في blood brain barrier ففي عنا مناطق في البلد ما فيها blood brain barrier عشان تتحسس وجود أي كيميكالز أو أي إشي ممكن يسبب لي مشكلة موجودة في البلد اوكي؟ أيضا نيوكليستراكتاريس نيوكليستراكتاريس والموتر نيرف أوف فيكاس يعني بس هذول عرفهم كتعداد اللي آن رح نحكي دورهم بديك تعرف أنه في عنا multiple receptors لها علاقة بالفوميتنج أو الاميسيس بروسيس فبقول لي أنه مثلا الأفيرانت نيرف اللي هي الأعصاب الرايحة باتجاه الفارنكس والاستومك بقول لي فيها serotonin receptor أو 5HT3 receptors لهم نفسهم serotonin receptor طيب هل نحفظ هذا الاشي؟ ما أتوقع أنه كثير مهم تعرف للأفيرانت نيرف أوف ذا فارنكس والاستومك فيه هذا الريسبتر وهذا المكان فيه هاي اعرفهم لكن مش كثير مهمين رح حكي لك نفس الفكرة وفيه دوبامين receptor فأنا باجي بقطي بكل بساطة medication هاي الميديكيشن عبارة عن serotonin antagonist لما أعطي المريض serotonin antagonist رح أمنع الاميسز ليش؟ لأنني وقفت الريسبتر اللي شغال عليها ميل كيم ريسبتر نفس الفكرة ممكن أعطي تمام مثلا بقول لي نيوكليست تراكت السولي تاريس كونتين H1 ريسبتر اللي هو هستامين type 1 ريسبتر وفيه برضو مسكرانيك كولينيرجيك ريسبتر فباجي بعطي المريض anti-mascaronic باجي بعطيه anti-histamine first generation فبمنع من خلالهم ايش الفوميتينغ صحول لا اللي هو اللي هو الانر اير كلنا منعرف انه في عنا فيستيبيلر نيوكلياي هاي فيستيبيلر نيوكلياي بتيجي المعلومات تبعتها من اللي بيرانث والسيريبلم تمام وفي عنا نيرف مسؤول عن هذا الاشي اللي هو الكرينيال نيرف نمبر 8 اللي هو عبارة عن الفستيبيل وكوكلر نيرف مش كثير مهم بايش بيهمني الانر اير والسيريبلم اللي هو الاذن الداخلية في الموشن سكنس كلكم تعرفوا انه فعنين وظيفة الانر اير والسيريبلم اللي هو الاكوليبريم توازن تمام فمثلا لما تروح الملاهي تلعب مثلا في لعنية السفينة او مثلا ما تطلع الطيارة او مثلا تروح في البحر تطلع في القارب مثلا بصير في عندك زي دوار بحر ويصير تستفرغ ومع هذا بنسميه موشن سكنس تمام شو سببه اللي هو صار في عندك تحفيز لمن للابيرانث والسيريبلم اللي بيحفزوا من الوستيبيلر نيوكليا بدنا نعرف انه في هذا السيستم شو انواع الريسيبتر H1 ريسيبتر اللي هم هستامين ومسكراني كولينيرجي نفس الريسيبتر اللي هم موجودين بالنيوكليا ستراكت سوليتاريس طيب الفوميتينج سنتر يعني يعني احنا في عنا الفوميتينج سنتر هذا الفوميتينج سنتر موجود بالميدالة أوبلينغاتا أوف برين ستين هذا الفوميتينج سنتر بعطيني سيجنالز الأعضاء تبعت وهاي السيجنالز فيها ريسيبتر شو هاي ريسيبتر مسكراني كولينيرجي فاحفظهم من باب الاحتياط بس ما اتوقع ايجا عليهم السئلة الان الفوميتينج سنتر اللي هو بعطيني فوميتينج أو امي اس اس كان بي اكتيفيت باي فايف تنجز تمام طيب شو هم بداية بدي أبلش بأول واحد حكينا عنه اللي هو مع اتصال مباشر مع مين مع السيريبيلا اللي هو مع المخيخ ومسؤولين قلنا عن الاكوليبري فشو معنا موشن سيكنيس قلنا الكودوار بحر لما تطلع مثلا بالطيارة او مثلا ما تلعب في الملاهي تمام تلاقي حالك ايش تفرغت شو السبب بقول لانه اللابيرانف حفز ايش حفز الكيموريسبتر تريجر زون والكيموريسبتر تريجر زون مش كثير مهم انا بس بديك تعرف انه بحفز الكيموريسبتر والفومي تنجد والفومي تنجد بعطيني يعيش بعطيني فومي تنجد تمام دعمła مذكرا الكيموريسبتر بعطيني لكن بطريقة غير مباشرة 后 بحفز كيموريسبتر تريجر زون بعدين بحفز الفومي تنجد تاب ايها اول نقطة ثاني نقطة هي الكيموريسبتر تريجر زون نفسه هذا الكموريسبتر تريجر زون قلنا اول نقطة ممكن يتحفز فيها اللي هو عن طريق ايش؟ عن طريق الموشن سيكنس اللي هو الانر اير ثاني نقطة من اسمه كيموريسبتر تريجر زون فهو فعليا سنسيتف لايش؟ للكيميكالز اللي بتكون موجودة في البلد فاي توكسينز او سايتو توكسيك دراجز زي الكيمو ثرابي بتكون موجود وين في البلد؟ راح تحفز مباشرة مين؟ الكيموريسبتر تريجر زون طب ليش راح تحفزوا؟ لانوا ما فيه بلد بريم بري لما يتحفز هذا الكيموريسبتر تريجر زون قلنا مين بحفز؟ بحفز الفوميتينج سنتر فبصير في عندي اميس او vomiting ممتاز اذا لهسة الكيموريسبتر تريجر زون تحفز اما عن طريق الكيميكالز موجودة في البلد ونفسه كيموريسبتر تريجر زون بحفز الفوميتينج سنتر طب شو في طرق اخره بتسويلي tecnologia بدنا نعرف اللي هو سيريبرال كورتكس كلكم تعرفوا قشرة الدماغ وسيريبرال كورتكس درستوها بالسياناس هاي سيريبرال كورتكس فيها سوماتو سينسري سوماتو سينسري كورتكس صح ولا لا اللي هو مسؤول عن السينسيشن السينسيشن زي شو زي السايت انك تشوف مثلا خلينا نحكي أكلي انت ما بتحبها سميلز انك تشم أكلي ما بتحمها تحبها الاموشن تمام زي لما حد يزعل أو يعصب سايتس مثلا واحد مثلا شاف دم أو واحد بنزف بتلاقيه فجأة صار يستفرغ تمام سايتس السميل الاموشن هذول كل هم بحفزوا مين السيريبرال كورتكس والسيريبرال كورتكس نفسه بروح بحفز مين بحفز الفوميتينج سنتر انه يعطيني فوميتينج طب شو مثال عليها عبد الرحمن زي مثلا لما واحد بحبش السوشي انا شخصيا اجيت بدي اكل سوشي رحت استفرغت تمام مجرد ما شفته وشمعت ريحته تمام فالفكرة انه تحفز عندي السيريبرال كورتكس وحفز لي الفوميتينج سنتر طب شو في طرق اخرى ايضا ممكن تحفز الفوميتينج سنتر اللي هو اني اريتيشن للجي اي تراكت كيف يعني واحد اخذ اورال دراج اورال توكسن سمون ميكانيكال استيميوليشن بلع له شغلة عملت اريتيشن للجي اي تراكت اي اشي بسوي لي اريتيشن او دامج عالجي اي تراكت مباشر هذا الجي اي تراكت عن طريق الفيغس نيرف عن طريق الفيغال الافيران تمام رح اودي لي معلومات باتجاه مين الفوميتينج سنتر والفوميتينج سنتر يسوي لي ايش فوميتينج تمام طيب فهذولا الفور مين خلينا نحكي ميكانيزم اللي بيحفزه الفوميتينج مرة اخيرة وبشكل سريع الكيموريسيبتر تريجر زون موجود بالفلور تفاجنا انه بتحفز بطريقتين اما عن طريق الانر اير الموشن سكنس او عن طريق كيميكالز او توكسنز موجود وين في البلد ليش لانه ما فيه بلد بريم بريم فهو سنستيف لأي كيميكالز موجود في البلد هذا الكيموريسيبتر تريجر زون اول ما يتحفز بيحفز الفوميتينج سنتر وبصير في عندي فوميتينج طيب طرق اخرى قلنا السايت سميل اموشن واخر طريقة قلنا انه انا اي توكسنز او كيميكالز او اي ايريتاشن بتصير عالجي اي تراكت ممكن تحفز الفوميتينج سنتر ومثال على هاي الاريتاشن لما تخط اصبعك في ثمك خط اصبعك في ثمك دخله لدوه لاخر حلقك راح تحس حالك بدك تستفرق صرف عندك اميسيز تمام ليش لانك سويت ايريتاشن للجي اي تراكت فعن طريق الفيغاس نير بعثنا معلومات للفوميتينج سنتر انه سويلنا فوميتينج وفعليا هاي عبارة عن شو عبارة عن بروتكتف ريفلاكس ليش لانه انت ممكن تبلع لك شغلة توكسنز مضرة لجسمك او درقز مضرة لجسمك او مثلا اشي يعلق في حلقك فاشي كويس اورد فعل طبيعي من الجسم انه ببعث معلومات للفوميتينج سنتر انك تسوي فوميتينج او اميسيز عشان تخرج هاي المواد برجس ماكوا طبعا هاي الريسبتر واماكن وجودهم احنا اورد ذكرناهم فوق قلت لك مش كثير مهم مش كثير مهمين فما تركز عليهم طب كل هاي المعلومات احنا اورد حكناها تحت بدى امر عليها بشكل سريع اول طريقة هي فرنجل استيميليشن شي يعني فرنجل استيميليشن زي لما تخط اصبعك ثم او مثلا فرشاية لسنان اذا دخلت جوا حلقك ممكن ايش تحس حالك بدك تستفر اثنين دايريكت اريتيشن للجاستريك مكوزا وللجي اي تراكت بشكل عام تمام ومثال على هذا الاشي انك مثلا تاخذ مادة اسمها اي بي كاك هاي الاي بي كاك كبار عن رابد اكتنج ايميتك من اسمها رابد اكتنج ايميتك يعني هي مادة بتخليك تستفرق او بتخليك تسوي ليش لانها بتسوي اريتيشن للجي اي تراكت زمان قديما ترادشينالي بيقول لي انه كانوا يستخدموها لما شخص مثلا يبلع توكسيك ماتيريال وبدنا نتخلص بواحد يشرب لكلور ولا اي شي مثلا كانوا يعطوه اي بي كاك عشان اي 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 هي عبارة عن رابد اكتنج ايميتك بتسوي اريتيشن للجاستريك مكوزا وللجي اي تراكت فبيسوي ايميسيس تمام فأنيثنج بسوي اريتيشن للجي اي تراكت وقلنا الفارنجل استيميوليشن حكينا عن انه او اي كيميكالز تمام او دراجز او هورمونز موجودة وين في البلد ممكن بشكل مباشر تحفز مين كيمورسيبتر تريجر زون اللي بيحفز اللي بيحفز الفوميتينج سنتر تمام طيب قلنا السيريبيلم والانر اير اللي هو قلنا الموشن سيكنس تمام تحديدا موشن سيكنس اندوز فوميتينج تمام قلنا مثلا زي لما تروع الملاهد وور البحر وما الى ذلك وفاينل الكورتكس والهير سنتر او دي برين قلنا لك زي مثلا لما تشم او مثلا لما تشم اكل او تشوف اكل انت ما بتحبه او تشوف دم مثلا الاموشن العاطفة كل هاي الاشياء عبر عن ايش سنسيشن فبالتالي الفوميتينج الناتج عنها شو بدي اسميه انتيسيباتوري فوميتينج اذا بتتذكروا حكينا في انواع الفوميتينج في عناه انتيسيباتوري قلت لك انتيسيباتوري في عندك bad experience تجربة سيئة زي انا مثلا اول مرة اكلت سوشي صار عندي فوميتينج فالان حط قدامي سوشي قبل ما اكله قبل ما سوى ايشي رح صار عنده فوميتينج او نوزي تمام شو سبب هال bad experience له اسمي ال سايت انك شفته اموشن مثلا كل هاي الاشياء عبر عن انتيسيباتوري فوميتينج تمام طيب الان نيجي للمهم الclassification او الindication تبعت الانتي اميتك متى انا بغطي انتي اميتك في الكيموثيرابي induced vomiting لازم نعرف انه ال major indication للانتي اميتك هو الكيموثيرابي مرضى الكيموثيرابي رح تشوفوهم كثير دائما وسيخط الكيموثيرابي فوميتينج نوزيا فاحنا لازم نمنح هذا الاشي اثنين drug induced شو معنى drug induced ما هو الكيموثيرابي دراج drug induced اي medication مع دمين مع دل كيموثيرابي لان كيموثيرابي لحاله classification لحاله تمام فانت بتاخذ ادوية زي الجنتاميسن بصير عندك vomiting post surgical في عنا بعد العمليات الجراحية ممكن صير في عنا nausea vomiting تمام خصوصا بعد ايش general anesthesia اللي هو التخدير العام pregnancy pregnancy في عنا اشي اسمه morning sickness انتبهوا بدياكم اتميزوه عن مين عن motion sickness المotion sickness اللي هو قلناه هو دوار البحر زالما تطلع مثلا في السفينة في الطيارة او تروع الملاهي هذا المotion sickness morning sickness هت بكون عند مين عند pregnant woman تمام اللي هو نساء الحوامل بصير عندهم زي nausea vomiting تمام خلال pregnancy هذا الاشي بكون سببه imbalance في الهورمون تمام طيب الان نوتس بدنا نعرف فيك معلومات سريعة ومنطقية بقول لي the main goal is no nausea and vomiting يعني احنا ما بدنا nausea ولا vomiting تمام يعني انا ما بست اذا عارف انه المريض رح يصير عنده nausea vomiting ما بست انه يصير عنده nausea vomiting بعدين اعالجه اللي هو مثال عليهم مين kemotherapy induced مرضى الكيموثيرابي انا عارف اريدي بس اعطي كيموثيرابي رح يصير عنده vomiting فانا قبل ما اعطي الكيموثيرابي رح تشوفه تحت انه رح نعطيه ادوية تمنع النوزة وال vomiting تمام فهذا الهدف تبعي prevention افضل من التريتمان نفس الفكرة الكيموثيرابي انا بعطيه قبل فبقول لي انه if we give the patient anti-emitic before 30 to 60 minutes from giving him كيموثيرابي this more effective هذا الاشي افضل تمام برضو نفس الاشي motion sickness دوار البحر اللي بيطلع بالسفينة مثلا او بالطيارة بيكون مسافر وعارف حاله انه بصير عنده vomiting وكذا هذا الافضل يخذ prophylactic treatment تمام افضل من انه بس يصير عنده vomiting اعالجه اوكي طبعا we treat for each cycle of kemotherapy بس بديك تعرف انه دائما دائما الكيموثيرابي كل ما يخذ cycle المريض بدي اعطيه anti-emitic لماذا؟ لانه ما فيه tolerance او يعني ما فيه tolerance بالضبط لعنى nausea والvomiting يعني خلاص صار معاه مرتين ثلاثة nausea vomiting بعدين خلاص بس ياخذ كيموثيرابي رح بطل يصير معاه لا كل cycle بخذها المرضى الكيموثيرابي لازم المرضى الكيموثيرابي لازم يخذه anti-emitic لان رح ضل يصير عندهم vomiting طيب بقول لي so you should not treat anti-emitic each time you should treat انا ايش حكيت you should not you should treat anti-emitic each time يعني في كل مرة مرضى الكيموثيرابي لازم تعطيهم ايش لازم تعطيهم anti-emitic حتى لو انه مثلا مرة اعطيته كيموثيرابي وما صار عنده vomiting او nausea برضو لازم اعطيه ايش anti-emitic دائما خلاص اذكر مرضى الكيموثيرابي لازم دائما اعطيهم ايش anti-emitic طيب نيجي الان اعطيهم وهو الجزء الاهم من هاي المخاطر بس بديك تعرف فوق انواع vomiting وتفهم كل واحد ايش معناها break through anticipatory زي لما يصرف عندك smell bad experience acute والdelayed تمام induced هذول كثير مهمين وبعد هيك اعرف لي شو الاشياء بتحفز vomiting center الريسبتور صحيح له تعرفهم من باب الاحطياط احفظهم للامتحان تمام لكن مش كثير مهمين طيب قلنا انهم موجدين بال chemo receptor trigger zone صح ولا لا وموجدين في مناطق اخرى فلما اعطي المريض serotonin antagonist بهاي الطريقة راح امنع ايش vomiting صح ولا لا صح اعطينا ادوية ondancyterone اللي هو مشهور باسم التجاري sophran تمام والgranicitron فبدك تحفظهم اي ادوية بتنتهي بcitron سهلة مهم serotonin antagonist citerone طيب it can be given يعني افضل ان يعالج فيه من النوزيا كلكم تعرفوا النوزيا هو تمام هو شعور غير جيد انت بتحس حالك بدك تستفرغ بس انت ما استفرغ هذا الفرق بين النوزيا وال بال انت في عندك تمام طيب فال serotonin antagonist بس اعرف انه افضل بعلاج من النوزيا شو الانديكيشن تبعته ما تبعطي مين لمين اللي احنا نستخدمه بال اكيوت كيموثرابي اكيوت مش ديلايد اكيوت كيموثرابي ما احنا حكينا فوق في عنا اكيوت وفي عنا ديلايد الاكيوت ضمن اول 24 ساعة تمام طيب وحكينا ليش سيريتون الانتاجونيس لانه الكيمو ريجر زون اللي بتتحفز فعليا بسبب وجود الكيميكال زي الكيموثرابي موجودة فيها ايش سيريتون فهو تمام اللي هو الاكيوت كيموثرابي انديوست بوميتين قلنا زي ما حكينا دائما الكيموثرابي بتستخدم كبروفيلاكسس يعني انا قبل الكيموثرابي بنصف ساعة او ساعة بعطيه الانتي ايميتك اللي هو زي سيريتونين انتاجونيس وبستمر بالعلاج ليومين ثلاث يعني مش بعطيه وبعدين بوقف اوكي طيب شو انديكيشن اخرى ريديو ثرابي انديوست تقريبا ريديو ثرابي اقريب على الكيموثرابي اوكي طيب مورنينج سيكنس مورنينج سيكنس جنوان بصير بصير في البرينجن صح ولا لا بس انتبهوا نات موشن سيكنس الموشن سيكنس ما بعطيه سيريتونين انتاجونس سيريتونين انتاجونس تقوي شوي له سايد افكت زي ايش جينرال سايد افكت بتأثر على جي اتراك زي ايش زي ديارية تمام فسهل نحفظ السيريتونين انتاجونس اهميش الانديكيشن تبعه تمام الاكيوت كيموثرابي اندوز انتنوزيا واتذكر انه بنعطيه قبل الكيموثرابي بنصف ساعة لساعة وبنستمر يومين ثلاث تمام اخر انديكيشن ريديو ثرابي او مورنينج سيكنس تمام طيب ثاني نوع من الانديكيشن هو الانتي توبينيرجيك او طبعا احنا بنقسمهم لتو تايب حسب الميكانيزم في عنا برو كاينيتيكس وفي عنا انتي سايكوتيكس البرو كاينيتيكس من اسمهم كاينيتيكس رح يشتغلوا وين على الموتيلتي فهم هاي الميديكيشن وضفتها انها انهانس موتيلتي اوفيستومك فبتعزز الامبتينغ اوفيستومك تمام يعني المعدة اي اكل بيصلها مباشرة رح تطلعه يعني المريض رح يصير عنده ايش ديارية ايوة طبعا هو اذا المريض كل الاكل اللي بوكله بنزله مش رح يصير في عنده فوميتنغ صحول لا ما هو فوميتنغ ايش بده يطلع صحول لا ولا اشي فهاي الميكانيزم طبعا بيقول لي انه ممكن يسوي بسيطة انه دياري ممكن يسوي ديارية بشكل بسيط ليش لانه بحسن تبعت الاستومك اللي انا عطيني اكزامبلز ميتوكلوبرومايد والدوم بريدون بدك تعرف انه المست كومن هو الميتوكلوبرومايد والميتوكلوبرومايد بس عرف لي انه safe in pregnancy category A يعني safe in pregnancy طيب الانتي سايكوتكس هذول بيقول لي انه الميكانيزم تبعهم انه بيعملوا فعليا اكشوال بلوكينج للدوبامين ريسبتر او تحديدا ال D2 ريسبتر تمام فهم اكشوال الانتي دوبامينيرجيك دراج طيب مثال عليهم اليدروبريدول الهالو بريدول الكلوبرومازين والأولنزابين تمام طيب بدك تحفظهم هذول بدك تعرف انه الدوم بريدون اللي حكينا عنه فوق هو عبارة عن برو كاينتكس هز امتش ليس ليس سي ان اس سايد افكت ليش لانه ما بعبر البلود برين بريير يعني البرو كاينتكس حفظنا معلومتين اولا اتفقنا انه ما بعبر البلود بريين بريير او بعبره بشكل اقل فبالتالي ليس سايد افكت اون ذي سي ان اس تمام طيب كل هاي الميديكيشن سواء كانت برو كاينتكس او انتي سايكوتيكس الدوبامينيرجيك انتاجونيست بنعطيهم قبل بنص ساعة اورالي او برا انترالي طبعا اورالي او برا انترالي معناته نفس ايش نفس السيريتوني انتاجونيست سبت انه كانوا بنعطي اورالي او برا انترالي طب شو الانديكيشن زي اسمك بلجيرد جاسترويزوفيج رفلكس ديزيز ليش لانه قلنا مثلا برو كاينتكس بعززوا ايش بعززوا الجاستريك موتيليتي تمام بوست اوبرياتيف انت دراج انديوست نوزيا انتبهوا مش كيموثرابي انديوست دراج انديوست زي الجنتاميسين اللي حكينا عنه فوق بعد العمليات طيب مورننج سيكنس بعد ANTI-histamine اذا انتبهوا المورننج سيكنس لهسه ضعنا عارفين ثري تايب أوف ميديكيشن ممكن اعطيهم لبريجنانت وومن اول ميديكيشن اللي هو الفيرست لاين اللي هو الانتي estamine اذا نحطهم هون عجانب الفيرست لاين بالمورننج سيكنس هو الانتي هستamine السيكند لاين هو الدنيا انتاجونيست الثيرد لاين مين اللي حكينا عنه فوقل هو serotonin antagonist تمام طيب اللي بقولي انه Mitochleropramide is used as a last choice treatment for chemotherapy induced vomiting فبدكت انتبه Last choice بالكيموثيرابي induced تمام? عادة انحنا بالكيموثيرابي induced نستخدم serotonin antagonist Okay serotonin antagonist فهوان اعرف انه post-operative الدرابي induced غير الكيموثيرابي انتبه ممكن استخدمه بالجيرد بالmorning sickness second choice بعد الانت يستميل ماهو عبارة عن ميديكياشر تشتغل على الدوبامين فبالتالي منطقية ممكن تسبب يعني هيك زي نوع من الاكتئاب في عنا اكسترا بيراميدال سايد افكت زي باركنسون لايك سايد افكت او وهي عبارة عن شو انفولنتري موفمينت اوفليبس اند مول مصالز يعني بحس انه زي الشفايف وقاعدين ايش بعملوا كونتراكشن بشكل سريع وانفولنتري مش قادر يتحكم فيه هاي معناه ترادف ديسكينيزيا مش كثير مهم بس اعرف انه باركنسون ترادف تاردف ديسكينيزيا تمام وجنرال ديبريشن بروفايل واعرف لي انه ممكن ممكن تسبب لكن هذا ليست لايكلي جالكتوريا جالكتوريا اللي هو افراز سيكريشن من النبل تمام منيسترو البروبلم جانيكوماسيا في الميل بصير عندهم تثدي ويمبوتنس ضعيف طبعا هاي كلها عبارة عن ايش سيكشوال سيمتمس تمام هاي سيكشوال سيمتمس فعليا شو سببها ان شاء الله رفتدرسه بالاندوكراين سيستم انه فعليا البرولكتين بتم افرازه من الانتيريار بتيوتري جلاند من الغد النخمية الامامية وفعليا هذا البرولكتين اللي بمنع افرازه وجود الدوبامين يعني وجود الدوبامين بمنع افراز البرولكتين لانا انا بعطي المريض ايش دوبامين انتاجونيست تمام فبالتالي الدوبامين شو رح يصير فيه رح يقل فلما يقل الدوبامين رح يتم افراز البرولكتين والبرولكتين لما ينفرز بعطيني هاي السمتمس حلو اصلا تعرفها هسه لانه بالاندوكراين رح تمر معك تمام طيب وقلنا هاي ايش ما لها وممكن تسبب هاي العراض يعني مش اساسية هاي العراضها مش طيب هيك حكين عن والان في عنا نيرو كينهم وان انتاجونيست وهذول عبارة عن جنب بيشتغلو على في عنا ريسبترز لسبستنس بي تمام السبستنس بي امبورتن في الايميتينج تمام او اللي ترانزميتر بين سيجنال ترانزدكشن تمام اللي هو خلينا نحكي البين سيجنالز تمام الاشارات اللي بتوصل البين مهمة فيها تمام ففي الها ريسبترز هاي السبستنس بي طيب من الادوية اللي بتشتغل على هاي الريسبترز هم عبارة عن تمام بيعملوا زي زي بلوك لهاي ريسبتورز اللي هم عبارة عن خاصين بال طب هاي الادوية ة عبارة عن شو بانتهوا ببيتنت تمام يعني كلهم بانتهوا ببيتنت اللي هم عبارة عن طيب في عندك اللي هو في عندنا اللي هو عبارة عن تمام وهذا بنعطto وبعدين بتحول وبريبيتنت وهي وفي عندنا الرولة والفوزة أوريدي حكينا عنها تمام فممكن تحفظهم بطريقتك لكن بينته بإيش ببيتنت طيب الآن سبستانس بي هو بارة عن اندوجينس نيرو ترانزميتر زي ما قلنا هو إله همية بين سيجنالز الإشارات المسؤولة عن الألم وأيضا بالفوميتينج سينتر فإحنا بنيجي بنثبط هاي الرسيبتر تمام فمننع الأكشن تبع السبستانس بي طيب 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 شو الإندكيشن تبعه عادة هو إذا صار عنا معلومتين عن إذا سأل لك الدكتور قل لك مين بتقوله الجواب بتقوله سيريتونين أنتاغونيس هو أفضل ميديكيشن قلنا بنعطيه قبل منص ساعة أو ساعة وبنستمر فيه يومين أو ثلاثة طيب إذا قال لك الدليد اللي هو بيجي بعد أول يوم من الكيموثيرابي أو بعد أول 24 ساعة أحد الدراج أوف شويس هو نيرو كينين فإحنا أصلا عادة منستخدمه مع بعض منستخدم نيرو كينين وان أنتاغونيس ومنستخدم السيريتونين أنتاغونيس فبقول لي فبقول لي فعادة منستخدمه ككمبينيشن فهي الاندكيشن تبعته بالديليد كيموثيرابي وايضا ككمبينيشن فبقول لي قبل ما نعطيه السايكل تبعت الكيموثيرابي طيب شو هم تو بريفنت أكيوت ان ديليد كيموثيرابي ما احنا قلنا الكيموثيرابي في عنده أكيوت وفي عنده ديليد ضمن أول 24 ساعة وبعد أول 24 ساعة بنعطيهم تو دراج أولا اللي هم السيريتونين أنتاغونيس اللي هم بنتهو بالسي تيرون ونيورو كينين أنتاغونيس ليش عندنا نيرو كينين وان أنتاغونيس هذا عبارة عن إيش اديتف الدراج يعني بعطيني تأثير إضافي وهو مسؤول عن مين عن الديليد كيموثيرابي تمام؟ طيب الآن نيجع على كلاس آخر وهو الانتهيستامين الانتهيستامين إذا بتتذكروا معلومة حكيناها عنه عشان نذكرها ونحفظها أيضا وأنه هو المين بالمورنينج سيكنس آسف مح بالموشن سيكنس هو المين انديكيشن وين بالمورنينج سيكنس أيضا بالموشن سيكنس بس إحنا المعلومة اللي حفظناها قبل هيك بالبريجنانسي بالبريجنانت وومن المورنينج سيكنس نستباحهم مين الفيرسد لاين أو مين الفيرست شويص هو الانتهيستامين تمام طيب بعدين قلنا مين السيكند لاين قلنا الدوبامينيرجي تمام أو تبعمين أنتاغونست وقلنا الثيرد لاين هو السيريتونان أنتاغونست تمام طيب الآن بقلي عادة إحنا باستخدم مين الفيرس جنريشن إذا بريفيرد أوفر ذا سيكند جنريشن ليش لانه الفيرس جنريشن باعطينيactive سيدation and calming effect اكيد كلكم درستوا الانتهيستامين قبل هيك بالرسبيراتري اعتقد فبتعرفوا انه الو سيديشن افكت لما نعطيه للمريض بنقوله مثلا ما يسوق وما الى ذلك تمام فالافضل نعطي طيب الاكزامبل زي سيكليزين البروميثازاين والميكليزين تمام بنتهبزين يعني ميكليزين سيكليزين والبروميثازاين واردي هم يعني مرين عليكم قبل هيك فاعتقد بتعرفوه طيب هز انتي مسكرنك افكت يعني فيه الو انتي كولينيرجيك افكت او ريدي رح نحكي احنا عن الانتي مسكرنك او الانتي كولينيرجيك لكن الانتهيستامين نفسه لها شوية تأثير على المسكرنك ريسبتور طيب هز اليتل افكت ان كيموثرابي انديوست عشان هيك ليس من الانديكيشن لمريض عنده كيموثرابي انديوست اروح اعطيه انتهيستامين تمام قلنا مرضى الكيموثرابي عشان الاكيوت بنعطيهم سريتوني الانتاجونس وعشان الانديكيشن بنعطيهم انيوروكينن وعادة منستخدمهم ككمبينيشن نعطيهم الاثنين عشان نمنع الاكيوت والانديكيشن فهم ليس احد الانديكيشن تبع الكيموثرابي انديوست طيب شو الانديكيشن بالموشن سيكنس دوار البحر لكن معلومة للكم احنا هون نستخدمه كا ايش كبريفينشن او بروفيلاكسيس ليش لانه كلكم انتو بتعرفوا انه الهيستامين مجرد ما ينفرز بالجسم اذا اعطت انتيهيستامين ما رح استفيد احنا لما نعطي الانتيهيستامين اذا بتتذكروا لما درستو قبل هيك احنا بنعطيه كبروفيلاكسيس انا اصلا عشان امنع الريليز تبع الانتيهيستامين والإفكت تبع الانتيهيستامين تبع الهيستامين من البداية فانا اذا اريدي استنيت الهيستامين ينفرز ويصير عندي فوميتين ونوزيا اذا اعطيت انتيهيستامين ما رح استفيد فاحنا عادة نستخدمه بالمورنينج سيكنيس كبروفيلاكسيس فمريض بده يسافر مريض بده يطلع في البحر وعارف انه اذا طلع بالقارب يصير عنده دوار بحر اللي بروحه على الملاهي بنقوله اخذ انتيهيستامين قبل ما تروح يا حبيبي طيب بالبريجنانسي قلنا هو ممكن استخدمهم بوست اوبريتف وقلنا زي ايش البوست اوبريتف طبعا دقيقة بوست اوبريتف قلنا من الفيرست لاين السيكليزين السيكليزين هو الفيرست لاين وقلنا بوست اوبريتف ممكن استخدم انتي دوبومينارجي اذا بتذكروا قلنا فوق في الانتي دوبومينارجي ممكن استخدمه بوست اوبريتف نوزي انت فوميتين لكن الفيرست لاين هو السيكليزين اللي هو عبارة عن انتي هستامين شو السيد افكت تبعته كلكم تعرفوا قلنا سيداشن لانه فيرست جيناريشن ويد جين لأنه قلنا فيه إلو تماما يعني زي كنا فبطنا البرس سهلين يعني الآن أنتي ماسكرانيك أنتي ماسكرانيك أشهر دواء كلكم تذكرون من الجنرال فارما وهو السكوبالامين السكوبالامين كنا نستخدمه فعليا إذا بتذكره زي باتشيز تماما وهي الباتشيز اللازقات بتنحط وراء الذان ممكن نستخدمه أيضا أورالي أو برا إنترالي الآن عادة هؤلاء نستخدمه مثلا واحد مثلا طلع في الطيارة قلنا طلع في الطيارة يعني والمسكين مش ماخذ كبروفيلاكسيس طيب صار عنده نوزيا فومتين وهو في الطيارة بزبط أعطيه قلنا لا مين باجي بعطيه؟ بعطيه أنتي ماسكرانيك تمام فإحنا عادة الانديكيشن تبعته في الموشن سيكنس طيب وفي التريت منت مش بروفيلاكسيس فبقول لي side effects related to anticholinergic activity يكون لكم تعرفوها نقلل GI motility اللي هو توسع حدقة العين زي كنا حفزنا لأنه ثبطنا البارا سمباثتك يعني معلومات جينرول وكثير سهلة تمام طيب في عنا الكنة مثال عليهم النبيلون نبيلون هو عبارة عن تمام هذول يعني مستخرجين من الماريقوانا تمام في أدوية ثانية زي تمام هذا يعني ما في معلومات كثير نعرفها بس بدي اكتر فانه بيشتغلوا على وهم يعبر عن مش انتاغونيست تمام فهو مش يعني ان يستخدمه لحاله فاحنا عادة انا ايش منستخدمه يعني اشي اضافي تمام وماتب نستخدمه منستخدمه في قلتلكم شو في بداية المخاطرة انه انا عطيت المريض ك بروفيلاكتك انتي ايميتك وما هيكصار عنده ايميسز تمام فممكن نستخدمه لكنهم مش فرست شويس تمام لانهم لحد الان وحتى الميكانيزم في اكشن تبعتهم مش معروفة بس يعرف انهم ممكن نستخدمهم ك انتي ايميتك وبنستخدمهم ك ادجنك ثرابي اضافا نستخدم ك ادجنك ثرابي نفس الفكرة لهم الكورتيكسترويدز ومثال عليهم الديكزاميثازون تمام ممكن يسوي لي كلكم تعرفوا كتابعة الكورتيكسترويدز انه برفع الجلوكوز برفع ممكن يسوي لكن هاي تمام لانه بتقلل تحديدا تمام بسوي بفل همب هاي بتكون وراء الرقبة تمام لانه بيكون في عنا مشاكل في الفات تمام وتجميحها بالبدي هاي برضو بتدرسوها يعني الكورتيكسترويدز وتأثيرها ان شاء الله بالاندوكرين سيستم بتدرسوها بالتفصيل تمام فعني بس اقرأوا هاي قراءة اوكي فاحنا نستخدمه كأدجنك ثرابي كثمري واللي بهم نتعرفوه انه في حكينا اذا اجاك سؤال مين بتستخدم في البداية بتقوله انتهيستامين تمام طيب وتحديدا كفرس شويس مين بنستخدم نستخدم لبروميثازين تمام سنتبهوا مثلا حكينا السيكليزين هو الفيرس شويس من الانتهيستامين لكن شو بوست أوبريتف تمام بوست أوبريتف الفيرس شويس أوف انتهيستامين هو السيكليزين الآن بالمورنينغ سيكنس اللي بصير عند البرغنة وومن احنا قلنا الفيرس شويس هو الانتهيستامين مين الفيرس شويس أو من الفيرس génيستامين اللي هو لبروميثازين قلنا السي iv هم الدوبامين thoseي grandchildren hut في عندك بيرو الدوكزون ممكن يستخدمهم بالمورنينغ السيكنس اللي عبارة عن فيتامين بيечس بالموشن سيكنس قلتلكم ممكن يستخدم انتهيستامين كبروفيلاكسيز وممكن يستخدم المسكرة كأنتاجون في حال صار أصلا عندنا والنوسيا. اوكي? قلنا ممكن نستخدم تمام? وقلنا انه بعيد عن الكيمو ثرابي. ليش? لانا قلت لك مثلا بالكيمو ثرابي فعليا هو زي زي ممكن نستخدم ممكن نستخدم ممكن نستخدم ممكن نستخدم وهو يعني تذكر ممكن نستخدم ممكن نستخدم اضر ميديكيشن لهم سيريتونين ونيورو كينين انتاجونس. الاهم اللي هو الكيمو ثرابي انديوس. بالكيمو ثرابي انديوس احنا فعليا الفيرست لاين انه احنا بنستخدم الانتي سيريتونين تمام? والانتي سيريتونين او سيريتونين انتاجونس قلنا للاكيوت كيمو ثرابي انديوس. بنستخدم للديليد نيورو كينين بلوكر او نيورو كينين انتاجونس. تمام? وعادة قلنا احنا بنستخدمهم ككمبينيشن. بفور ذا كيمو ثرابي سايكل تقريبا بنص ساعة لساعة وقلنا بنستمر فيهم ليونين ثلاث ممكن نستخدم أيضا لكن قلنا أنه هم ممكن نستخدم أيضا كأجن 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 يعني كأجن يعني كإضافي أو مساعد خصوصا إذا صار في عنا عطيت المريض والله وعطيته وما هيك صار عنده ممكن نستخدم ديكزاميثازون وكانابي نويتس هيك محضرة اليوم خلصناها كثير سهلة ومظمونة حلو أسألة السنوات راح تلاقوا الموضوع كثير بسيط إذا عندكم أي سهلة تواصلوا معنا ويعطيكم العافية